شوف أنا دايماً معاكم في كل مبادرة أو طرح أنتم تطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة يعني لكن أنا حقولك على حاجة قلتها قبل كده أنا طبعاً موافق عشان بس ما ننساش يعني لكن أنا عايز أقولك على حاجة أنا قلتها قبل كده قلت أنتم ونتوا شغالين انتبهوا قوي لثقافة التعلم في مصر صحيح ثقافة التعلم يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي وعنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين ويتحمل يا دكتور مصطفى لغاية فين عشان النهاردة ما تجيش تعمل طرح هذا الطرح وإحنا شوفنا الكلام ده خلال السنوات اللي فات وشوفنا أن الناس بتبقى خايفة أن التغيير يكون على حساب ولادها وده أمر إحنا نقبله ونحترمه لأنه طبيعي أنا ابني أو بنتي في المدرسة وأنت بتقول في طرح جديد أنا أنا مش متطمن خايف أن الطرح ده يأذي يأذي أولادنا أو يأذي ابني في التجربة فهنا أتصور نحن محتاجين دايما في كل حاجة من حوار مجتمع تعالوا نتكلم مع بعضنا وتعالوا نبقى إحنا مستعدين عندنا يعني محامل أخدوا عطا يعني عندي فرصة أننا حتى لو يعني أطمنك بإجراء آخر صحيح تبدولي انتقالي يعني إيه تبدولي انتقالي يعني بما أنك أنت بعمل معك المرحلة دي دلوقتي وانت خايف وأنا معك خايف معك كمان طب أنا حامل مرحلة انتقالية للمدة لغاية لما تترسخ التجربة أو المسار اللي انتوا ترحينه بإجراء انتقالي آخر أو بإجراء إضافي يعالج أي صحيح يعني أثار جانبية للفكرة أثار جانبية للفكرة لكن أنا المشروع المؤتمر اللي انتوا عايزين تفعله أنا معاكم فيه ونحضره بس كنت عايزك تقولي لو انت المدارس اللي هي اللي فيها فكرة زي يعني اللغات الدولية الاي بي اس اه قول لي مثلا إيه طب ساعدني بأن أنا اه 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 او دكتور مصفحي مزعلين قول لأتي وخيفي لأنا ورطي في الفلوس لا قول لي قول لي مثلا إيه نعمل مئة مدرسة المدرسة عايزين فاصل لا احنا عندنا خطة للتوصف هذه المدارس الحقيقة يعني اه اه طبعا ده الرؤية المستقبلية عندنا ان احنا هنوصل لمتين مدرسة اي بي اس في خلال الخطة الخمسية اللي موجودة أنا ما عنديش وقت للخطة الخمسية صحيح ماشي اقول لي النهاردة المدرسة عايزين فاصل ولا انا اكتر من كده المدرسة في تلاتين اربعين فاصل تلاتين اربعين فاصل تلاتين اربعين فاصل او فرصة بقى يا دكتور او فرصة طب على كل حال أنا دايما اقول ده يعني لما انت طرحت علي واترح علي ان القطاع الخاص عايز يعمل قلت له يا جماعة طب انتوا انت عبالما تاخد خصص لك ارض وانت تبني وتاخد وتشوف صحيح الفكرة دي طب ما تجوا تعالوا نحنا كحكومة نعمل المدارس دي وده جزء المشاركة بتاعتنا مع القطاع الخاص وهو ياخد ويدير ويبقى تكلف التخصية العملية التعليمية هو بخلال ادارته تحت اشرافنا في الفكرة اللي احنا محتاجينها يعملها على كل حال المدارسة تكلف كام قال هو الفصل حاليا الوقت وصل ل 800 ألف جنيه انشاء و يعني نقول 500 600 يعني مش كده 500 600 ألف لا طب على كل حال يعني انت بتكلم في في ثلاث تلاف فصل ممش كده كده يعني حوالي 15 مليار ها دكتور لا مش هاقبر بي ما احنا عايزين عاصل التعليم ده لازم ياخد قوة دفع هائلة او الله من غير ما تقول لي والله يعني انت عندك شك لا طبعا يعني مش محتاج بتحفيز ده انا نفسي طيب احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الارضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها تبقى يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسة بتاعكم نتكلم ان احنا نبدأ في الميت مدرسة دول احنا في شهر عشر نقول ان شاء الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنة الميت مدرسة دول يخشوا شكرا في خمطة يعني احنا بنبدأ طب انا عشان الدكتور مصطفى ما مضغطش عليه زيادة برضو هنحط رقم معتبر من تاحية مصر الدكتور مصطفى كسندوق يمول جزء من من الميت مدرسة دول اللي هما اذا كنت انا فاهم ان هما هيبقى جزء منهم ب مدرسة الـ اي بي اس و مدرسة تك شوف انتو عزين بس احنا نتكلم في 3000 فصل عشان الدكتور مي كده مع برنامجك العادي اللي انت شغال فيه تمام شكرا في خمط الرئيس بجد اشتركوا في القناة